اشتركوا في القناة 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 والرهبان والاطفال والشبان اشتركوا في القناة 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 طهارة هي طهارة الجسد اللي بيسكنه روح ربنا ما يستخدمش جسدنا للشهوات طهارة الفكر بحيث ان يكون العقل ما يكونش ابدا ده ملعب للشيطان لا ده بالعقل ده ربنا من دهولنا يكون اداة للتأمل لف ربنا طهارة العواطف والحواس الحواس والعواطف الاثنين مع بعض عواطفنا وحواسنا عطية ونعمة من عند ربنا ده مش عشان تكون دانسة ابدا لا بالعكس ده العواطف والحواس تستخدم انها تلهب كده نار محبتي لربنا طهارة الجو والمناخ اللي احنا بنعيش فيه في البيت في الكنيسة الشغل في اي مكان المكان ده مناخ طاهر الجو ده جو طاهر طهارة المناخ يعني كل واحد فينا الحتة اللي بيقعد فيها يعتبرها هي سماء مقدسة احنا على الارض بس عايشين في سماء احنا ببيتنا لازم يكون سماء الكنيسة لازم تكون سماء يبقى الواحد بيقعد بحق ربنا روح ربنا هو اللي يقوده في رحلته من الارض للسماء عشان في الاخر نستقر كلنا في حضن ربنا الطهارة اخيرا هي خبرة يومية متجددة لعربون السماء كل يوم خبرة يومية متجددة لعربون السماء كل يوم الاحنا كل واحد فينا بتحط في اختبار وفي محق احفظ طهارة يا رلاء احفظ عفتي ولا لا في موقف في منظر في نظرة في اي حاجة في خبرة يومية الاسرة كلها زوج وزوجة واولاد محتاجين كلنا يكون لنا ان السادة المسيحي يكون هو المسألة الاعلى بتاعنا ناخد من تعليم المسيح وهي دي مصدر التعليم يعني مثلا في طهارة الحواس المسيح علمنا ايه في الحواس علمنا في العين نقول ايه سادة المسيح يقول زوج او زوجة من يقول صحيح كلما النظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه مجرد النظرة اعتبر عدم طهارة الكلام ده مش زوج بس لا لو زوجة نظرت برضو الحد تاني لراجل لا زنت به في قلبها ان كانت عينيك اليمنى تعصرك اقلعها ولقيها عنك مش اقلعها يعني هتخش تاخدها من جوة لا لا يعني امنعها امنع العين بتاعتك انها تعصرك اليد ان كانت يدك اليمنى تعصرك فاقطعها ولقيها عنك طهارة اليد لا امنع ايدك انها تتمدى على حاجة غلط امنع صوابعك انها تلمس زرار غلط لو لمست زرار غلط هيكون ليه قصار كبيرة وحشة قوي 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 الودن اللسان كل كلمة بطالة بيتكلم عنها الناس يعطون عنها عسابا يوم الدين امنع لساني على اليدانة ده طهارة امنع لساني عن الشتيمة عن الكذب عن الصوت العالي عن التجريح لأي حد كل ده يعتبر طهارة في الحواس اهم حاجة في الطهارة كمان طهارة ايه القلب طهارة القلب لان من القلب هي دي تصدر يعني ايه الطهارة او النجاسة كلها من القلب من القلب الصالح يخرج الصالحات والقلب الشرير يخرج الشر الطهارة الداخلية بتاعتي تبني اي حاجة في الطهارة الخارجية قلبي طاهر من جوه يبقى انا من برة كلي هكون طاهر كلي بجملتي يتقال كده في الامثال فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة القلب ويتقال في معلومة بطر السرسول يقول احب بعدكم بعضا من قلب طاهر الانجيل بيأكد قوي على طهارة القلب دي الضمير الطاهر كمان كل واحد ضميره لو طاهر ضميره يقوده للصلاح ويكون يوقفه عن اي شر طهارة النفس ان الواحد نفسه تكون طهرة من حيث ايه دوافع وميول ومشاعر دي كلها حاجة داخلية دوافع ميولي شكلها ايه مشاعري شكلها ايه طهارة السيرة يكون سيرتنا سيرة مقدسة قدام ربنا قدام نفسنا وقدام الناس محتاجين كلنا ان احنا نكتهد ونجاهد في الطهارة دي صحيح مفهوم الطهارة بصفة عامة الامتناع عن الشر وعلى كل ما يليق والسيطرة على الشهوات عشان كده محتاجين كده ايه نعيش حياة التعفف في كل شيء اذا كانت الطهارة نعمة وعطية مجانية لكن تأكدهم انها تطلب باجتهاد وبالجهاد صحيح هي نعمة من عند ربنا انما عشان احافظ عليها اطلبها دايما واجاهد عشان احتفظ بيها اللي يعيش طاهر ياخد بركات لا تحصى ويبقى دايما في حالة قوة ويستحق في الاخر بقى لبس السياب البيض في السماء نمر بسرعة كده على اعضاء الاسرة كنت بفكر اسم زوج وزوجة واولاد انما لقيت كل حاجة بقولها على الزوج لازم تنطبق على الزوج في العصر اللي احنا عايشين فيه ده نفيش حاجة اسمها بقى زوج وزوج بارتنر زوج وزوجة حاجة واحدة يعني صحيح تعودنا نقول للزوج احفظ نفسك من النظرة الشرير انت كاهن البيت لا الزوجة برضو كده الزوجة تحفظ نفسها من النظرة الشريرة الزوجة بتشتغل برا بتطلع كل يوم بتروح في مواصلاته بتروح وتشتغل وفيه بتقدي ثمان ساعات عشر ساعات برا البيت زيها زي الزوج يبقى كل واحد زوج او زوجة يحفظ نفسه من النظرة الشريرة الزوج او زوجة هما المثل والقدوة في البيت يقول القديس غسطينوس اذا كانت اقل درجة من البر هي ان لا تزني زنا فعلي دي اقل حاجة فان البر الاعظم هو ان لا تزني بقلبك وهذا هو بر ملكه دي السماء اقل حاجة عدم الزنا انما البر الحقيقي انما لا ازني بقلبي كل زوج وزوجة يعتبر جسده مش ملكه انما ملك للطرف الاخر ده تعليم انجيلي وبناخده في الاكليل المعلم نقوله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل ايضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة قديس العظيم يوحانا زهبيه الفم يقول ايه يعتبر جسد الرجل هو كنز المرأة وجسد المرأة هي كنز الرجل فلا يجب المساس بهذه الجنوز او الاساءة اليها اغلى حاجة عن الواحد الكنز اللي عنده انتتشبول مقدر شلمسه جسد الرجل كنز المرأة جسد المرأة كنز الرجل اه طبعا حاجة غالية قيمة جدا حاجة لا تهان حاجة لا تهان انا انا جسد ده ملك المرأة لا مقدرش اهينه وجسد المرأة ده ملك الجوزي مقدرش اهينه يتحافظ على هذا كنز الكتاب المقدس يقول لنا في يوحانا في العبرانيين ليكون الزواج مكرما عند كل واحد والمطجع غير دانس الزواج في المسيحية علاقة مقدسة بتربط بين الرجل والمرأة بيعيشها الانسان المسيحي بكل نقاوة وطهارة وتكريم ويشكر ربنا على بركة السر العظيم فلازم يكون عندنا فهم لعمق ورحانية العلاقة دي اللي شبهها الكتاب المقدس في قدستها زي علاقة السيد المسيح بالكنيسة هذه علاقة الزواج والزواج علاقة السيد المسيح بالكنيسة ممكن يكون في فترة تخلي في العلاقة ما بين الزواج والزواج في بعض الأحيان ولكن ديها ضوابط انجلية الانجلي يقول لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين ليه؟ لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزهتكم هو حد ينظر العلاقة اللي هي الجسادية في المسيحية إنها علاقة خطيئة أو علاقة نجاسة بالعكس لا المطجع غير نجس لكن في سمو وفي تعفف ليه إحنا بنقول ممكن يعني إيه؟ يكون فيه تخلي على العلاقات لوقت معين عاملين زي ما إحنا مثلا بنيجي نصوم هل الأكل الفطاري أكل نجس؟ هتشو الكلام ده إحنا قلنا ما فيش حكة اسمها أكل نجس إنما ليه إحنا بنمتنع عن الأكل الفطاري في فترة الصيام بنعمل عملية إخلاء لإرادة الجسد ونديها لإرادة الروح بإرادتنا إخلاء لإرادة الجسد ونديها لإرادة الروح فالقوم الجسد ينضبط عشان يدي فرصة للروح إنها تسمو ولكن ليكن كل ده بموافقة الزوجين لازم يكون لديتين موافقين وإلا تيجي نتيجة عكسية وهذا الطلب معلمنا بولوس رسول حدده قال كده ده مش أمر إلهي ولكنه رجاء من معلمنا بولوس رجاء من معلمنا بولوس ينصح بأباف الحد دي بالزاد لو فيه توافق حلو ما في كانش فيه يعني إنه مشهور تقبل إعتراف لتنظيم الحكاية دي مهم أو يكون فيه الحشمة في اللبس ده نوع من أنواع الضهار اللبس الشيء جميل ولو يكون لبس وقوه لكن ليس مش مبالغ فيه يعني مفهوش حاجة غلط مش كل موضة تطلع لازم أقلتها ولازم ألبس إياها مش كل حاجة تنسبني وتناسب سني وتناسب بيتي وتناسب مبادئي ألبس ما يليق وحط مكياج بما يليق ويكون لي أسليب الزينة زي ما يليق بينا كإنسان وإنسانة مسيحية مش هتكلم في التفاصيل لما معلمنا بطرس رسوله يقول في الأولى رسالة الأولى ثلاثة لا تكن زيناتكون الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب واللبس السياب بل إنسان قلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوضيع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السمن ممكن نحط بيرفيوم حاجة جميلة جداً أي واحد يستخدم بيرفيوم إنما بيرفيوم ده ممكن يبدأ من ثلاثة أربعة دولار خمسة دولار عشر دولار وممكن ينتهي إلى ألافات عشر تلاف وعشرين ألف ونسمعني حاجة أرقام غريبة قوي إنما مهما غير البيرفيوم ده هل يصل إلى رائحة المسيح الزكية عمره عمره ما يصل إلى رائحة المسيح الزكية يبقى إحنا جمالنا وتزيننا إن إحنا نكون رائحة المسيح الزكية زوج أو زوجة مهمة قوي إننا نلبس صوب الفطيلة والبر دي مش دعوة لستات بس عشان لبس صوب لأ للرجالة كمان آيات كثيرة قوي كلمتنا على اللبس يقول إيه منها في معلومة بولو صلو الصور في رمية 13 البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات لا نصنع تدبير لأجل الشهوات نلبس المسيح نلبس المسيح نلبس المسيح يعني إيه؟ بعيش بفكر المسيح بقامة المسيح بقداسة المسيح بطهارة المسيح يتقال بولو صلو الصور في أفسوس تلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق عايز أقول لكم تأكدوا لو الأب والأم عايشين حياة الضهارة في البيت من الطبيعي جدا تنتقل هذه الحياة للأولاد في البيت لأنهم قدوة الصلحة الأم العفيفة النقية في قلبها ولبسها وكلامها وتصرفاتها تكون مؤثرة قوي قوي في البنات بالذات وكذلك الأب لما يكون قدوة صلحة لأولاده يطلع على الأب كده في مسؤولية كاملة يهيئ الأب والأمده ليهيئه جوه روحي للأولاد في البيت مش هقطيل عليكم بس نسمح كده يعني نعدي على بعض خطوات نقول خطوات التهارة في الأسرة ايه خطوات التهارة في الأسرة كل واحد فينا زوج أو زوجة أب أو أم يتحمل مسؤولية سلوكياته الشخصية يعني مركزي على ضعفات الطرف الآخر مركزي على شريك حياتي لا لا أركز على نفسي يمكن ما أقدرش أغير في طباع شريك حياتي عندما على الأقل أقدر أغير في نفسي خلينا ماشي بالآية بلاش أنظر إلى القذاء التي في عين شريك حياتي وناسي الخشبة اللي في عيني أنا لا خلينا نبدأ نبني مناخ من الثقة نبني مناخ من الثقة في البيت أكبر حاجة تبني مناخ من الثقة في البيت مقياس الهباب التليفون اللي معنا لو التليفون بتاعي موجود أو بتاع زوجتي وفيه باسورد ومحصن وحاوليه سيكوريتي عالية جدا وزارة الدفاع مأمناه محدش يلمسه ده تحط هنا ممنوع اللمس للعيال ولا انت ولا انت ولا مش عارف ايه يبقى فيه حاجة غلط يبقى فيه حاجة غلط يبقى فيه حاجة غلط فيه محبة دي الدحكم لعلاقة دي ما ردش على خطيئة بخطيئة كلمة ربنا بتعلمنا كده ما نردش على الشر بالشر لا أرد على الشر بالخير والمحبة عمر ما الانتقام والطار والتجريح هيحل بالعكس هيعقد الأمور أكتر حاجة تانية أعترف بأخطائي خلي كلمة أنا آسف أنا غلطان أرجوك سامحني أرجوك سامحيني سهلة لو الكلمة دي سهلة أول حاجة في البيت تزيل أي حاجة وتحتفظ بطهارة البيت وقدسته الاعتراف بالخطأ إن اعترفنا بخطيئنا فهو أمين وعادل حتى يغفرها لنا يطهرنا من كل اسم الاعتراف بالخطأ بداية التطهير من كل اسم حاجة كمان اعترفت بالخطأ لازم يكون عندي سعداد إن أغفر إن غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم أبوكم السماوي إن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلتكم يبقى عندي سعداد الغفران عدم الغفران في البيت بالضبط كده عامل زي في فار ميت في البيت فار ميت مش عارفين هو فين تلاقي ريحة البيت كلها ناتنة ناتنة البيت كل ريحة وحشة قوي والعكس لو في غفران لا مفيش فار ميت ريحة البيت جميلة تلاقي كده في الواحد يشعر ببركة في البيت يشعر بحالة انت عاش الغفران إن أنا أتخلص من أفكاري ومشاعري الغير صحيحة ناحية قطء الآخر إن الواحد يقول الست ممكن يعاتب في محبة والتضاع وعدم تجريح مهم قوي إن احنا دايما زوج وزوجة وأولاد نصلي كلنا من أجل بعض حتى لو ما صلناش في وقت واحد ومع بعض نصلي من أجل بعض باستمرار باستمرار حتى العيال تجبر العيال تتعلم تروح في حتة بعين تتبع عارفة أنا لازم تصلي من أجل بابا وماما بابا وماما ضروري بيصلي من أجل أولادهم الصلاة من أجل بعض الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله قبل الكلمة في الكلام قد سابونا تكلم عنها سهام الصلاة لا الصلاة لها تأثير في كل حاجة الصلاة تغير الصلاة تغير الحاجة لاحنا مش قادرين نغيرها أنا مش قادر نغير حاجة في شركة حياتي بالصلاة تتغير هي مش قادر نغير حاجة فيها بالصلاة ممكن تتغير ندور على شركة مع أشخاص وأصدقاء أطقياء الصداقة الأسرة اللي أنا بعرفها المجتمع اللي أنا حاوليه لا تضلوا في أن المعاشرات الرضيئة تفسد الأخلاق الغيدة من الصعب جدا الحفاظ على طهارة الأسرة لما يكون معظم أصحاب الأسرة غير طاهرين لا مش هنجاري بقى المجموعة دي كلها لو ناس متعودة خلاص إنها كل يوم في فترة معينة حتى نسبت أو جمعة هتروح هتصهر في المكان الفلاني عشان نفرفش شوية والفرفشة شوية فيها شوية شرب شوية وشوية الشرب شوية مش ممكن تكون بقى بلاشق الكحولة دي تخش بحاجة تانية وتخش بحاجة تانية ما إحنا عادي ما إحنا المشكلة ما كل الناس بتعمل كده ده أنا مخنوق طول الأسبوع في الشغل كل وأصحابي بيعملهم كده وأنا برضو ما نعايش في مجتمع وأنا بشر وليه احتياجاتي لأ ما ينفع شي نحاول ننطقي الصدقات إزاي نحافظ على الطهارة في البيت ناخد كده كم دقيقة بقى نفترض الطهارة نشكر ربنا ربنا أنعم علينا بيها في البيت أحافظ عليها إزاي دكتور مشيل قال لنا حاجة كده جميلة في الخمس دقايق على إرش الونزة أهم ما فيها الوقاية خير من العلاج خدوا فيتامين سي مش هتيجل فمزة بس هتحمي كتير قوي نحافظ علي فيتامين سي أنا من النهاردة هبدأ في مشروع البورتوانا أو اللمونة من النهاردة فيش حاجة يعني كوفيد شغل وكفلو شغل يعني معلش أنا آسف أنا كنت في رحلة صغيرة الأسبوع اللي فات خمس أيام في جنوب السودان دايماً بأخد قبل ما أمشي حاجة للوقاية من المالاريا وروحت كم مرة وما أخدش المالاريا المرة دي أخدت درو المالاريا بس برضو كنت داخل واخد الوقاية لأي الحبود دي لما جات لي المالاريا جات لي معقولة ضعيفة قدرت أخدها ونواقف ونبخدم وعلى رجلي صحيح بقى كل أعراضها موجودة بس أعراضها خفيفة فعشان نحافظ على الطهارة هنقولك المبدأ ده الوقاية خير من العلاج الوقاية قبل دخول المرض للجسم الإنسان لو تدخل الميكروب في الجسم يبقى محتاج علاقة إنما الميكروب لسه ما دخل شي يبقى أنا محتاج وقاية أفضل لنا أن نحن نبدأ حياة العفة والطهارة بالوقاية قبل ما يخش الميكروب الجسم ما يخش يخبر بإيه الفكر الفاسد والطهارة الجسد هي دية الضهارة فكر الفاسد والجسد وشهواته لا في طريقتين للوقاية واحدة اسمها الهروب والتانية اسمها الامتلاء وهنختم بيهم الهروب والامتلاء المثل الشعبي يقول الجاري نص جدعانة في العلاقة الروحية في الهروب والحياة الروحية نقول إيه الهروب هو كل جدعانة الهروب من الشر الهروب من الخطيئة هو كل جدعانة مش عن ضعف أنا مستعد أقول أنا عيل بس أروح السماء أنا عيل أنا أكيد أنا عيل أهرب الهروب هو كل جدعانة مش عن خوف لا عن قوة وعن قناعة هل حد فينا كلنا مهما بلغ من قامة روحية حلوة ومهما كان في أحسن حالات روحية هل ممكن واحد فينا يوصل أن يكون أقوى من معلمنا داود النبي اللي كان ربنا بيوحي إليه بالروح القدس كده يقول مزميله اللي هيرنمها مش ممكن الربنا قال عن معلمنا داود النبي أنه قلب داود كان حسب قلب الله بس يخساره داود النبي لم يهرب من شهوة النظر نظر إلى امرأة قرية الحسي النظرة قادت إلى خدعة الخدعة وصرته إلى جريمتين جريمة قتل وجريمة زنا عشان كده كلنا نهرب من الخطية لأنه يقول أنا مش أقوى من داود النبي أنا منش أقوى من شمشون محدش كبير أبدا على الخطية يقول عنها سفر الأمثال سبعة طرحت كسرين جرحة كل قتل الخطية إيه؟ أقوياء كل قتلها أقوياء في التكوين في الأول خالص في 19 يقول اهرب لحياتك لا تنظر إلى ورائك لا تقف في كل الدائرة هو حد فينا يجرب الشر ولو مرة ويفتكر أنه أقوى منه هو حد يفتكر أن نعمل ربنا مدهنا محصنانا ومش ممكن الشر دا يلمسني هو حد يبص على حاجة مش مزبوطة ويقول لنفسه لا أنا مش هعمل أنا بس مجرد حب استطلاع أو حب في دول أنا أقدر أحافظ على نفسي طاهر حتى لو بصيت مرة على موقع دا ولا على الحاجة دي مش هيحصل يقول سفر الأمثال أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه مش ممكن أو يمشي إنسان على حجر على جمر ولا تكتوي رجله برضو مش ممكن بلاش لا تجرب الرب إلهك منفعش أقول أنا بتناول وبصوم وبصلي أنا محصن مش هانا لا تأثر بالكلام دا مش هانا لا تأثر بالمنظر دا مش هانا لا تأثر بالمكان دا لا طالما أنا في هذا الجسد في الضعف أحارب وكل القدسين كانوا يحاربهم لحد آخر لحظة في حياتهم السقفة ومطرنة وبطركة ورهبان وقسس وعلمانيين ونساك وعباد وسواح لحد آخر لحظة ممكن نتحارب يمكن أحيانا الواحد كده يعني نقول نشوف عذر وأنا هعمل إيه مع الحروب كتير الحروب العمالة بتصدفني كل يوم غازبا عني في الشارع وأنا بشوف المنظر دا وفي التلفزيون وأنا قاعد بشوف المنظر دا وإنت أكون بعد بعمل شغل ولا على بالي ألاقي إعلان جاه وحش وألاقي المنظر دا جاه كل عمالة بشوف بقى عذار لنفسي وحجج هل دا هييجي كل اللي بقوله دا ييجي أي حاجة بالنسبة لحرب الطهارة العنيفة وحرب العفة اللي تشنها امرأة شرسة امرأة شريرة امرأة رئيس الشرطة على واحد شاب صغير بيخدم خدام في القصر ولا يوجد رقيب يوسف الصديق كان في اختبار صعب بين العفة والسجن أفضل مسر أن الهروب من أجل العفة هو يوسف الصديق كان شاب وكان في عنفوان شبابه وكان في سن حرجة وحارب جسم الجريمة نفسه مش مجرد حارب صورة ولا حارب منظر لأ دا حارب جسم الجريمة نفسه يوسف كان مطروض من إخواته اللي باعوه وشغال خدام في بيت وزير الدخلية ينهر بيض أكبر رأس شرطة في البلد البيت فاضي وهو وزوجة فتفار لكن عرف يحفظ عفته ويهرب من تذكار الشر الملبس الموت ويقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله فين يا رأى أنت شايف ربنا فين يوسف أنت شايف ربنا فين هو فين ربنا دا البيت فاضي وأنت وزوجة فتفار وحده لا أنا حاسس بوجوده بحضرته حين هو الرب الذي يواقف أنا أمامه مهم جدا 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 لنا كلنا الإحساس بحضور الله ووجود الله لو لاحق يعتبر بيت لوحده من غير شريك حياته ومن غير أولاده يحس بوجود الله وحضرته إذا كان مثلا معلشي هل أجرؤ أنا أو أنت أو أنت إن الواحد معلشي أنا آسف يبص على حاجة وحشة ولو ولاده جنبي أو شريك حياته موجود مش هيحصل إذا كنت أنا بختشي من البشر من التراب مش خاشيان من وجود الله يبقى مهمة قوي أن أحس بوجود ربنا دايما في حياتي معلم نابولوس الرسول يقول لتلميزه تيموساوس يقول له أما الشهوات الشبابية فإهرب منها تخلي بالن أن التلميزه تيموساوس ده مش مجرد حيث التلميزه شاب لأ ده كان أسقف معلم نابولوس الرسول كان بيخابر تيموساوس الأسقف يقول له أما الشهوات الشبابية فإهرب منها الكتاب المقدس ما نصحناش أبدا بمواجهة الشهوات ما نصحناش بمقومته ما نصحناش نحن ننتصر عليها لكن الكتاب المقدس جاب من أساس إهرب قال لنا إهرب الوقاية خيرون من العلاج الجهاد الأول في العفة هو جهاد الهروب والمثل كده الشعب يقول إيه ما يقع إلا مين الشاطر الهرب كمان مش من الخطية الظاهرة بس لا من الخطية اللي ممكن تيجي للواحد متزينة بزي الفضيلة يعني ايه خطيئة مزينة بزينة الفضيلة طب الخطيئة الخطيئة معروفة انما تيجي الخطيئة مزينة بزينة الفضيلة خطايا كتير قاوة جنة مزينة بزينة الفضيلة خطايا كتير ممكن الواحد يكون في شغل يعني زوج ويلاقي واحدة ما زملته في الشغل مضايقة شوية يبدأ الكلام معها ايه الحكاية تبدأ تتكلم على مشاكلها الشخصية واصبح هذا بقى الانسان هو المصلح وهو القلب الحنين وهو عايز يساعد الانسان دي ونلاقي مرة كده في مرة في مرة العلاقة توطرت وبدأ يكون في عدم طهارة يحصل العكس بالزبط ممكن واحدة تلاقي واحد مضطرب معها زميل في الشغل أو في الخدمة ما لك يا فلان انت مضايق ليه لا ما فيش حاجة طب في ايه بس لا ما فيش حاجة بقدر اكلمه الموضوع ده وهو لا انت بقى الوحيدة اللي بسق فيكي وانت اختي ونبدأ باختي وما ننتهيش باختي حاجات كتيرة بتحصل كده يبقى الغرض ان الواحد تيجي الخطيئة ان انا اشفق واساعد وبعمل عمل رحمة لكن تيجي الخطيئة كزئاب في سياب حملان مشهورة بقى الحكاية دي بقى في مصر على فكرة واحد يعني شاطر في مادة معينة هروح اذاكر فلانا هي محتاجة بس اشرح لها الحتة دي وواحدة تشرح لفلان ونلاقي ان الحكاية دي تيجي الخطيئة في شكل انها عمل جميل وعمل رائع انما دي اشباه الخطيئة اهرب من الخطيئة واهرب من اشباه الخطيئة مش بس كده بقى نكمل هروب نهرب من منبت الخطيئة منبت البزرة او البزرة فين؟ الفكر الخطيئة عمرها ما تتولد خطيئة الخطيئة بتبدأ بفكرة للبزرة وعند انتك برده تبقى خطيئة النبتة الفزدة سهلة قوي اقتلعها وهي صغيرة ملاش جدور انما لو كبرت وبليها جدور من الصعب قوي اني اقلعها ده الطريق الاول طريق الهروب الطريق التاني طريق الملء امتلي امتلي الملء يعني اشغل وقتي اشغل وقتي واحد ما يسيبش نفسه في اي وقت ما بيعملش حاجة اللي عنده وقت فراغ كبير يبقى عنده حرب فكرة كبيرة بقدر وقت الفراغ بقدر الحرب الفكر يعمل حينما الجسد يتوقف عن العمل الفكر يعمل حينما يتوقف الجسد عن العمل اتعبوا نفسك خلي كل واحد تعبان يتعب في البيت يتعب فيزيكالي يعمل حاجة تتعبه عشان الفكر يبطل التفكير وما نتحاربش لازم نملك كل دقيقة في حياتنا بعمل ايجابي كل دقيقة فرغة هي دقيقة بنسميها دقيقة حظ للشيطان ساعة الحظ للشيطان منتظرها بفارغ الصبر كان في حديث لقدست البابا شنودة مع احد القنوات الفضائية من زمان فالمزيع بيقول لقدست البابا ممكن تسؤالي قدستك بتعمل ايه في وقت الفراغ في ذاك الوقت قدست البابا كان عمره خمسة وسبعين سنة خمسة وسبعين سنة هو تنيح عن عمر سبعة وثمانين سنة انما في ذاك الوقت كان خمسة وسبعين سنة فقدست البابا جاوب طبعا وانتهى لده قال له أنا معرفش يعني إيه وقت فراغ مش موجودة في القموس عندي ليس لأنه بطريارك القرازة الملكسية والمساريات عنده كبيرة لا 75 سنة معرفش في 75 سنة كلمة وقت الفراغ عشان ما يتحربش قدست بقعد فترة كان متوحد عارفين يعني إيه بقى راهب متوحد كم سنة يعني شغلته كلها صبح وليل والصلاة يعني إحنا بالعقل نقول هو هيصلى 24 ساعة ثم كان عنده بقى وقت قدست البابا في فترة اللي هي التحفز قعد في الدير خمس سنين في قلاية وكان عنده وقت وقت كتير إنما لم يسمح إن يكون عنده وقت فراغ كل الكتب اللي تقالد دي كلها جاي من فراغ لا جاي من عدم وقت الفراغ لقدست البابا الامتلاء يعني أمتلي من ربنا بالقراية والصلاة والتناول اللي بيتناول باستمرار يقرأ باستمرار يصلي باستمرار مع ربنا يعني مش هيبة فيه وقت يقع في الفكر ويقع في الفعل أحد الأباء يقول كل يوم تحت المخدة قبل ما تنام في حاجتين من سنيينك يئما الإنجيل يطهر فكرك يئما أفكار شيطانية تنجس فكرك يا دي يا دي عليك أنك تختار بالليل يتختار الإنجيل يتختار الأفكار الشيطانية الإناء المملوء يقف في وجه الريح أما الإناء الفارغ تهزه أقل ريح عندنا حتة فازة كده إم لها أي حاجة إم لها أي حاجة إم لها شوية مية إم لها شوية رمل إم لها شوية زلط تيجي شوية هوا ميجيش نحيتها إنما لو الفازة دي فاضية أقل شوية هوا وقعوها فالملء مهم يا تارا بقى إحنا فكرنا مليان بإيه مليان بأفلام ومسلسلات وأغاني والصور غير لائقة ولا مليان ببالله الذي يقدس هذا الفكر مهمة أوي أوي إن الواحد يقول أنا كأب أنتو كأمهات وأبهات في البيت يقول كزا ما نسيح قال من أجلهم أقدس أنا سادي من أجل أولادي أقدس أنا زادي أعيش في حياة أقدسة من أجل أولادي من أجل أبديتي لا تجعلوا أعضائكم أعضاء اسم الخطيئة كلنا في يوم المعمودية المبارك اترشمنا ستة وتلاتين رشمة بالميرون أخذنا الروحك ستة وتلاتين رشمة طهرت جميع الحواس والمفاصل نيجي إحنا بعد فترة بإرادتنا إحنا ندنس هذه الحواس ما ينفع شي يعني جاي في دماغي لما معلمنا بطرس رسول شاف رؤية في السماء وجاية للشبكة ونزلة بكل الحيوانات وربنا بيقوله كل قالوا لا ده فيها حاجات دنسة كل قالوا لا يعني قالوا ما طهره الله لا تدنسه أنت فإحنا كده ما طهره الله لنا من حواس يوم المعمودية لا دن ندنسه إحنا بإرادتنا بضعفاتنا بفكرنا أختم بدقيقة بقصة عجبتني قبل ما أجي قارتها لأبونا يؤنس كمال أبونا يؤنس كمال كده بيطلح حاجات صغيرة كتيرة قوي بس لذيذة أبونا يؤنس كمال يقول كان في شاب مسيحي روحاني قوي وخادم جميل قوي ويجمعا بين يعني الشكل الجميل والروح والطباع الممتازة قاعد فترة ما قبله وش فترة طويلة وبعد المرة قابله في الشارع بس لما قابله لمعه واحدة والستة اللي معاه ديه فترة يعني يعني هو قال يعني ليست على أي قدر من الجمال مش متناسبة إطلاقا مع هذا الشاب خالص فاستغرب قرب شوية منه وبعدين لقى الشاب يقول له أبونا زوجتي مراتي يعني يعني أبونا استغرب زوجتك قال له آه ربنا كمان اتنا أولاد فالرق اللي تصمر قال له مبروك لكن أبونا في جوة في دماغه يقول أنا مش موسيقى إز ده إزاي يتواصل مع الإنسان دي في فرق كبير قوي قوي في حاجات كتيرة أي واحد يلاحظه وبعدين أخ الشاب قال له أتسابونا قال له يا ريت يا أبونا يعني إحنا تبركنا بزيارة في البيت قال له حاضر فراح أبونا يروح يدخل البيت في أول زيارة لما دخل البيت لقى آية موجودة في حتة برزة أوي في الصالون في أحسن حتة في الصالون والآية ما بتقول في إيها إيه الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح أبونا بدأ يزور البيت وبدأ يعني خلاص دوب بدأ يريج كنسة عنده بعد الشهور أبونا يقول أنا تأكد أن هذه الزوجة لم تكن إلا ملاك يمشي وسط الناس ملاك مشي وسط الناس يا بخد هذا الزوج اللي فهم دي ويا خسارا أن في بعض أزواج بتبني اختياراتها على جمال الشكل وجمال ده جمال باطل جمال باطل ولم برضو واحدة تبني اختياراتها الواحد على الشكل والهيئة والمنظر والعضلات الكلام فارغ لأ خلينا كده نقول ما أسعد الزوج اللي هو صاحب القصة دي وما أشكى كل زوج يخلي جمال الجسد هو المقياس والمحرك في اختيار شركة الحياة التقوى مع القناعة فيها تجارة عظيمة ربنا يحفظ نفسنا وأروحنا وأجسدنا أطهار يحفظنا كلنا وكل شركاء حياتنا ويحفظ أولادنا للطهارة هتوصلنا ربنا هتخلينا نرى الله عن كرب له المجدد دائما أبديا أمين